تعد شركة عياد شركة بلانكو الألمانية العالمية لزيارتها في الأردن كما تضمنت هذه الزيارة جولة تعريفية داخل معرض شركة عياد الرئيسي للتعرف على جميع الأقسام ومنها معرض الأدوات الصحية في قسم بلانكو أولاً أريد أن أقول لكم أنني محباً بأنني أردت إلى أردن ولوما هو السبب لكان هدى في وأردن hurt كل ما أحب مرحباً جداً س máعنى هلك من البشر الح mobil هز呢 وبإذنها هكذا متذاierة داخل عياد الرئيسي الآن أنا جاثورة فعل أن ظ pond ثم اعجابنا معرض رئيسي جمهي إلى توفrove المدرد وضعنا هنا في النجاح 서عات نلχائي نعم جميل و أنا هنا لأكيد لكي على المشارة 25 يارة انها كان مكتباً وكريم ومشاركة لأننا لدينا طرق ومع يملكنا وأنا لدينا كلا يمكننا ان نملكون في مرة أخرى لأننا بشاركة بين البلنسيين بين درنانات بين أيارد ودرنانا بين بلانكو وأنني أتمنى أن أكون هناك. هذا هو ممتع جيد وممتع جيدة ومتعج جيدة لأيييي. وممتع جيدة لبلنكو ومتعج جيدة لبنكو. نحن نظر إلى 25 عام سنعود إلى مددًا ونذكر ذلك 25 عام سنعود إلى المعارض يسألون على سنة التالية ومع المعارضة ونعود إلى مددًا في المعارضة الثانية نحن نعود إلى مددًا مثلنا نظر 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 بلانك هو مددًا للنظر نظر نظر وذلك أذكر من الوقت أنه كان مرتدي في عام قليل ولكن اليوم نستطيع أن نأخذ هذه المعادرة في القناة والتي في القناة في القناة في القناة فإنها جيدة وقد عملنا بثالث أحب الناس مع المنزل قلنا هذا فالقناة القناة القناة يريد أن يطلب القناة جميلة بطولة للتطاقة لتحركة الحياة في المطلقة وهذا ما نعطينا اليوم ومع المتحدة مع اياد نحن نفعل جيداً في هذا ونحن نتكلم الآن الزيارة إلى مدينة جيدة نشكر الله عز وجل على هذا الإنجاز ونشكر شركة بلانكو على زيارتهم لنا في هذا المعرض معرض اياد للسيراميك والبورسلان علماً أن شراكتنا مع شركة بلانكو تمتد منذ 25 عام والحمد لله وتشرفنا بزيارة المدير التنفيذي لشركة بلانكو والمدراء المرافقين معه وأخذنا جولة في شركتنا الكائنة في المقابلين شارع القدس وعلماً أن شركة بلانكو الألمانية مختصة بالمجالي لستالستيل ومجالي السليغرانيت المختصة بالمطابخ وهي من أجود المجالي على مستوى العالم وشركة عياد هي الرائدة دائماً بالمجالي كونها تستورد من أكثر من دولة بالعالم بالمجالي ستالستيل ومجالي السليغرانيت وتتميز شركة عياد بثلاث مجالات السيراميك والبورسلان والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية البلد إن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة